عشرين حديث مشهور لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد رجب فيديو جديد واحد ياسين لما قرئت له هذا حديث ضعيف اتنين من قرأ صورة الواقعة لم تصبه فاقة أبدا حديث مشهور أوي لكن حديث ضعيف تلاتة من حج ولم يزرني فقد جفاني ده حديث كذب مجذوب النبي ما قالوش اربعة من زر قبري واجبت له شفاعتي هذا حديث ضعيف أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج حديث لا أصل له ستة أحب الأسماء ما عبد وحمد لا أحب الأسماء لحديث صحيح عبد الله عبد الرحمن سبعة الساكت على الحق شيطان أخرص دي حكمة بس مش من كلام النبي تمانية اطلب العلم ولو في الصين حديث ضعيف تسعة سلمان من آل البيت حديث مشهور لكن حديث ضعيف عشرة آخر الدواء الكي دي حكمة عربية من حكم العرب لكن مش كلام النبي حداشر أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم أو اقتديتم اهتديتم حديث موضوع مجذوب على النبي اتناشر أجراءكم على الفوتية أجراءكم على النار حديث ضعيف رقم مشهورته الكبيرة تلاتاشر الدين المعاملة حديث ضعيف أربعتاشر نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا كاننا لا نشبع حديث ضعيف غير ثابت رقم اللي احنا اخذناه في المدرسة خمستاشر سوم وتصحه الصيام طبعا ليه فواد كتير بس النبي ما قالش سوم وتصحه ستاشر رمضان أوله رحمة وأوساطه مغفرة واخروا عدكم من النار حديث مشهور أولك الحديث منكر يعني غير صحيح سبعتاشر شاورهن وخالفهن النبي ما قالش كده ما قالش شاوره النساء وعملوا بعكس المشهورة تمنتاشر لا يكرمهن إلا لئيم ولا يهينهن إلا لئيم حديث ضعيف لم يثبت عن النبي اللي هم النساء يعني تسعتاشر أخوك أفضل منك لما قالوا من لي بيصرف عليك قالوا أخوي قالوا أخوك أفضل منك ده حديث ضعيف غير صحيح عشرين العامة العبادة ده مش من كلام النبي وليس آية أو حديث طبعا في بعض المعاني طيبة وكل حاجة لكن احنا بنأكد بس هل النبي قال هذا الكلام ولا لا لم يقوله وهدي حديث إما مجذوبة أو ضعيفة على النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الفيديو بشير ولايك ومنشرف القناة شوفكم المرة الجاية والسلام عليكم